هل صحيح أنه كانت تجمعك علاقة حب بالفنانة سمح أنور ولكن ما صار هذا الارتباط بسبب فارق السن بينتكن؟ سمح أنور ست بحبها جدا 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 ومرتبط بيها أسريا وعائليا وفي وقت من الأوقات من عشرين سنة يمكن ولا حاجة كده كان فيه فكرة أن احنا نرتبط ببعض لكن شغلت عقلي أنا وقلت فارق السن ما يسمحش أن احنا يعني نبقى أصدقاء أحسن وما زلنا أصدقاء قوي لغاية اليوم هي النموذج اللي ذكرتم من شوي قلت أنه مش مفترض يكون فيها الأدف فارق بالسن وبالزواج لا بين الراجل يعني ستة أو راجل ما بيلقش إطلاقا أن واحدة مثلا عندها خمسين سنة ومتجوزة واحد عنده خمسة وعشرين أو أن راجل عنده خمسين سنة ومتجوز واحدة عندها خمسة وعشرين بس ليه مجتمعاتنا تتقبل هذه الفكرة عند الرجل أكثر مما تتقبلها عند المرأة؟ يعني المرأة دي من ينظر لقلة بنظرة غير بينما الرجل بعده شاب وبيقدر يتزوج ولو كانت أصغر منه بكتير وين المشكلة؟ جزء من الإزدواجية بتبقى كده أنك أنت بتتقبليك قدامه لكن بينك وبين نفسك أو مع البتاعة ده شوف الراجل الخرفان اللي متجاوز واحدة ادعياله اللي سبيته وسب مراته اللي وقفت جنبه مش عارف إيه وإيه 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 يعني لازم يبقى السن متناسب ما ينفعش في رأيي تب ليه الإزدواج؟